وإلى الوضع السياسي العراقي حيث دخلت قوى البيت الشيعي بمواجهة مع الزمن والمصير السياسي بعد أربعينية زعيم التيار الصدرية التي حدد فيها المسؤوليات والتحالفات وشكل المرحلة المقبلة بينما لاحظ مراقبون اختفاء ممثلي التيار عن اللقاءات الصحفية ما يعيد إعلان هدنة محددة بسقوف وأهداف وسرعت قوى الإطار التنسيقي لإعادة تحديد اتجاهات بوصلتها السياسية عبر اجتماعات مكثفة ورسائل مختلفة على أمل إيجاد مساحة مشتركة للتفاهم على خيارات بديلة توازن بين الأغلبية الانتخابية والشراكة الموسعة لإنتاج خلطة عطار تراعي حساسيات الجميع لكنها أيضا تضع الاتفاق مع التيار الصدري على رأس قائمة الحلو الحقيقية وأرسل الإطار إشارات تهدئة ومصالحة واقعية مع التيار عبر تأكيد الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا عن الطرفين لضمان حق المكون واكتماد الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاثة ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها ترجمة نانسي قنقر